السلام عليكم حراب الشباب معكم شركي يالب شركي كي اجركم فيديو جديد طيب يا شباب هاد الفيديو رح يشرح لكم كيف تبنوا وطلعوا كل شي بماب الزومبي الجديد ألفا اوميغا بكولوف ديوتي بلاك اوبس فور زومبيز فعليا كل شي كيف تبني التطوير الدرع كيف تطلع التليبوتر كيف تبني قاعدة الريغان كيف تطلع الاربع اسلحة ريغان وطورهم وكيف تطلع الالي اللي ممكن يساعدك هذا كل شي فينك تطلع بالماب لحد اللحظة ما عدا حل اللغز شرح حل اللغز رح يكون بكرا ان شاء الله وعسيرة حل اللغز ممكن حاليا وانت قاعد شوف الفيديو انا قاعد ابث على قناتي الثانية بشاركة زومبي نحاول نحل فيه اللغز فشيك اول لنك موجود بالوصف شيك على قناة الزومبي هونيك رح سوي كل بثوث مباشرة ان شاء الله اللي الى علاقة بالزومبي واذا كنت تبي شرح شي معين ما تبي شروحات كل شي تبي شرح كيف تطلع الريغان الازرق مثلا شيك اول تعليق عمله فين او شيك الوصف رح تلاقي توقيت الشروحات كلها بهالفيديو واخر شي اتمنى ان تدعم الفيديو بزر اللايك ويلا خالي نبدأ بالفيديو طيب اول شي نبدأ بالتطوير اول شي عشان تفتح التطوير لازم تفتح الكهرباء فتعال على منطقة النيوكتاون الاصلية بالنص ورا السيارة الحمراء هون عند لسويتش اضغط عليه مربع وكل بساطة فتحت الكهرباء بعد هيك انزل تحت عن منطقة البنكر بالذات عن منطقة الجنريترز تعال هون بعد مفتح الكهرباء رح تلاقي فيه كمبيوتر علي ضوء احمر اضغط مربع رح تتسكر الابواب كلها حواليك وراح يطلعو لك زومبي والنوفا سيكس والكلام كله لمدة ستين ثانية كله عليك سويه انك تعيش ما تموت وبس خلص منهم رح تلاقي انهم فتحت البواب وخلاص طلعت بعدين فيه اجهزة غاز لازم تسكرها هاي عبر ورجيكم كم جهاز منهم طبعا رح ورجيكم اماكن الاجهزة كلها متون شفين هلا هاي من البداية من البداية عند الكمبيوتر اشمور تروع اليمين عندك هذا الجهاز الاول بعدين علي يساره بالبيت الازرق رح تلاقي الصمام خلنا نسميه صمام الغاز التاني لازم تسكره بعدين امشي بالنص هون عند البيت اليمين واليسار اللي قدام فعند البيت اليميني رح تلاقي عندك صمام الغاز هاد وعلى الجهة المعاكسة بالبيت رح تلاقي كمان فيه صمام غاز وورا على اليمين وبعدين عنا كمان مكانين هما التوتر على المقضين كلهم ست اماكن فعنا اخر مكانين كمان على البيت اليميني والبيت اليساري فالبيت اليميني البيت الاصفر بنيوكتاون عند البيرك رح تلاقي هذا الصمام الخامس وعلى الجهة المعاكسة البيت التاني بنيوك تاون بالبيت الأخضر راح تلاقي الصمام الأخير طبعا هالصمامات لازم تسكرها بس أربعة منهم مو كلهم كيف تعرف أنه أربعة بس تفتح الكهرباء تعالى عنص الماب وتطلع على البيوت راح تلاقي فيه بيوت طالع منها دخان لونه أخضر هالبيوت اللي فيها دخان لونه أخضر معناها أنه فيها صمامات غاز لازم تسكرها فبكل بساطة تروع على هالبيوت تروع على أحد هالبيوت تروح على الصمام تابعه وضل اضغط hold مربع على الصمام لحديث ما يصير لونه اخضر وبهيك يكون تسكر وروح بعدين على البيت اللي بعده التالة والرابع ورح يمفتح لك التطوير تحت عند البنكر تعال طور وكذا تكون خلصنا من التطوير طيب خلنا نبدأ بالدرع بكل بساطة ثلاث قطع ثلاث اماكن فالقطع الاولى رح تلاقيها بالمكان هون اللي هو في كمبيوتر اشمور رح تلاقي القطع الاولى يا اما بهذا المكان اذا ما لقيتها هون ادخل جوا البيت عند الكمبيوتر على يمينه رح تلاقيها موجودة هون مفروض على الطاولة اذا ما لقيتها هون اخر مكان لها هو فوق على زاوية البيت بجنب علم امريكا هذا المكان اللي انا لقيت فيه القطعه فاروح اضغط مربع ورح تاخد القطعه القطع الثاني رح تلاقيها موجودة بنص الماب عن منطقة نيوك تاون اصلية يا اما رح تلاقيها موجودة فوق السيارة الخضرة هون اذا ما لقيتها عند السيارة الخضره، راه تلاقيها ورا انها الباس الاصفر مثل ما شايفة انها الباس الاصفر و انا لديت القطعة خصوص from the bus فلفها عند الاخر lift فالليفة وبعد الجنب السيارة الحمره راه تلاقيها جميعي جنب الذكrim ووسط القطعة الأخيرة راه تلاقي تحت في البنكر عند التطوير انا لقيته الجنب الجميع اذا ما التي راه تحصل على اليمين المكان الأخير للقطعة الأخيرة راح تلاقيها ورا الفرشة هون مثل مشايفين على الستاند جنب الكاراتين هدول فجمع الثلاث قطع هاي كلها تعال وابنيها بأي مكان تبيه يفضل نص الماب عند نيوك تاون ركبة هون لأنه سهل كل شيء تجي تاخده لو مكسر وبهيك بكون خلصنا من الدراح طيب حاليا خلنا نبدأ بشرح التليبوتر بكل بساطة ثلاث أماكن ثلاث قطع القطع الأولى بهذا البيت مثل مشايفينه قبل منطقة نيوك تاون الأساسية راح تلاقيها هون على يمين أول ما تدخل من الباب إذا ما لايتها هون راح تلاقيها موجودة ورا عند المختور الصغير إذا ما لايتها موجودة هون اطلع برا البيت وتعال عند الكاراتين هون راح تلاقي القطع القطع الثانية بالبيت الأخضر أول ما تفوت لقيها على يمينك ما تم شايفين لقيتها هون إذا ما لايتها بهذا المكان ورا عند المطبخ وإذا ما حصلت هون اطلع فوق وتعال على الزاوية وراح تلاقيها موجودة هون بعد القطع الاخيرة افتحت بالبنكر عن منطقة الجنريترز فوت راح تلاقيها على اليسار اذا ما لقيتها هون امشي قدام راح تلاقيها هون قطع كبيرة اذا ما لقيتها بهالمكان راح تلاقيها جنب البرك بالضبط عن شعار بروكن ارو بس جمعت الثلاث قطع تعال ابنيها عند اي طاولة بناء سواء هون او المكان اللي فوق بس ابنيها راح يكون عندك مثل صحنين فينك تحطهم بقاعدتين تليبوتر ففيناك تحطهم باي قاعدتين تليبوتر بدك اياهم وتتنقل بينهم مثلا انا حطيت الاولى بالمكان الاول والثاني هون بعدين راح يكون عندي تليبوتر بين هالمكانين وبعدين فين يشيلهم وغيرهم حطهم باي قاعدتين ثانين بدي اياهم وعشان تقدر تطور الريغان مارك 2 الى اربع تطويرات في قاعدة لازم تبنيها فبكل بساطة ثلاث قطع ثلاث اماكن القطع الاولى راح تلاقيها موجودة هون بالبيت الاصفر على الكنبة اذا ما لقيتها هون اطلع فوق راح تلاقيها موجودة عند المكتبة هون اذا ما لقيتها موجودة عند المكتبة فراح تلاقيها موجودة جوا جنب الضوء او اللمبة اللي شايفينها قدامكم هي القطع الاولى طب قنا نروح على القطع الثانية القطع الثانية راح تلاقيها موجودة تحت عند البنكر بهالمكان متنم شايفينه على الطاولة جنب المانيكان اذا ما لقيتها هون تعال على منطقة الهرم اللي بالبنكر رح تلاقيها موجودة على الكرسي هون comes you see إذا ما لاقيتها على الكرسي رح تلاقيها بالمكان الثالث والأخير اللي هو علي يمين الهرم بالزاوية عند المكتبة أنا رقيتها بالمكان الأول وأخدتها الطيب المكان الأخير اللي رقعت على أخيرة بالبانكر كمان عن منطقة storage أول ما المفיד على storage على اليمين رح تلاقيها jan فوقاا هي اللي شايفينها قدامكم إذا ما لم في غدا موجودة هون ادخل لجوه Natal ورح تلاقيها موجودة على المكتبة الحديدية اللي شايفين اهون إذا مليتم مجودة على المكتبة راح تكون وراء المكتبة عند المانيكا اللي متون شايفين هون بالضبط بعدين بعد ما تجمع القطعة كلها تعال عند غرفة الكمبيوترات أو مكان كاشمور اطلع فوق ورح تلاقي عندك قاعدة خاصة لتبني فيها التطويرات أو القاعدة الريغان فابنيها هون وهي القاعدة رح نحتاجها بعدين لتطور الريغان تبعك الأربع تطويرات طيب حاليا رح نبدأ بالخطوة الأولى لأنك تبني وتطور أسلحة الريغان مارك 2 اللي هناك تطلع قوالب الريغان رح تفهمه بعد شوي ففي عندك أربع كمبيوترات المكان الأول ورجيتكم هنا من شوي وراء بيت الأصفر المكان الثاني هون بنص الماب المكان الثالث للكمبيوتر الثالث عند الهرم تحت متل مشايفين تعال على زاوية الهرم ورح تلاقي موجود هون والمكان الرابع والأخير رح تلاقي عند البنكر جنب البرك الأصفر فهي أربع كمبيوترات روح عليك الكمبيوتر الشغال منهم أنا عندي بجيمي كان أول كمبيوتر شغال هو هذا اللي بالنص اتبح عنده عدد معين من الزومبي بعدين رح يطلع لك رقم بعدين روح تدور بباقي الكمبيوترات أو الشاشات رح تلاقي واحد منهم اشتغل أنا بالحالة عندي هذا اللي اشتغل اللي وراء بيت الأصفر تعال عنده ودبح زومبي لحده عدد معين وبعدين رح يطلع لك رقم احفز الرقم الأول واحفز الرقم الثاني أنا كان الأول صفر بعدين ثماني بعدين الكمبيوتر الثالث اللي اشتغل عندي اللي هو عند الهرم تحت فتعال قدتل عنده عدد معين لحد ديت ما تشوف انه طلع لك رقم فأول رقم عندي كان صفر وتاني رقم 8 والرقم الثالث هون عندي متل ما شايفين قدامكم يلي هو 9 بعدين باقي الكمبيوتر الاخير اللي اشتغل اخر شي تعال وقتل عنده عدد معين عيد نفس الشي لحد ديت ما يطلع لك اخر شي رقم وهيكون عندك كود من 4 ارقام فكان عندي صفر 8 9 والرقم الاخير 7 بعد ما يكون عليك الارقام كلها تعال عند كاشمور عن الكمبيوتر حط الارقام كلها طبعا الارقام تتغير من جيم لجيم فلا تسوي زكي فيها وتحفظ الارقام وتروح وتحطها بدون ما تقلت لا الارقام من جيم لجيم تختلف كل جيم غير التاني حط الارقام كلها واضغط انتر وبالتالي بتكون خلص منها الخطوة ونفتح وراك متل غزانة فيها قوالب الريغن او الكبر الريغن خد واحد اضغط عليه مربع عشان تقدر تبدأ ببناء السلاح وتطويره طيب اول شي رح نبدأ بالريغن الاصفر اول خطوة لا تنسوية هي انك تطور سلاحك الرشاش العادي لحد ديت ما يصير عليه ابغريد لاسمه كل اوات او الابغريد الكهربائي بعدين تعال عند البنكر تحت رح تلاقي فيه غزانة طالع منها اشعة كهربائية اطلق عليها بالسلاح اللي عليك كل اوات رح تنفتح الغزانة ويطلع لك فيها انبوب خده ففي ممكن يطلع لك هالمكان او هالمكان متو شايفين قاعد يطلع اشعة كهربائي او اي مكان بهال منطقة رح يكون جدا واضح وما رح يضوع بعدين في خمس ابراج لازم تطلق عليها خمس ابراج بنص الماب اول برج الابراج كلها متوصلين مع هالجهاز اللي شايفين هون قدامكم باحبال متو شايفين مشان لو ضوعتوهم او شي فاول برج هاد البراج متو شايفينه قدامكم لازم نطلق على القاعدة اللي فوق الشي الحديدي اللي موجود بعدين البرج الثالث الحق الخيوط اللي طالع من البرجين رح يدلوك عالبرج اللي ورا متو شايفين هاد البرج الثالث وبعدين عنا برجين البرجين موجودين ورا البرج الرابع متو شايفين عبرجيكم كيف تروحونهم بالثياتر مكان مكان عشان لا اضعوهم فالبرج الرابع متو شايفينه قدامكم هاد هو رح برجيكم كيف تروحوا تحته بالضبط مولازم تكونوا قلبين منه طخم بعيد من اي مكان هاد البرج الرابع والبرج الخامس والأخير هو البرج المكسور المقلوب متون شايفينه قدامكم هاي الأبراج كلها لازم تطلق على القواعد تبعها بالسلاح يلي عليك السلاح يلي عليك الأبغريد الكهربائي إذا ما تعرف كيف تطلع الأبغريد الكهربائي يتظل تطور سلاح بالباكفنش حتى يطلع لك الأبغريد الكهربائي أنت وحظك يعني بيطلع لك من رابع خامس مرة باللي كثير فالمهم متون شايفين مجرد ما تختخت تختختين على الشي الحديدي اللي فوق رح تلاقي أنه صار يطلع منه شعاع لونه أصفر أطلق على الأبراج الخمسة كلها واحد واحد منه جاه فين هذا البرج الأخير كان عندي قال أطلق عليه بعدين رح تلاقي أنه صار فيه شعاع كهربائي متوصلة فيه كل الأبراج بين بعض بعد هيك تعال عند الجهاز اللي شايفينه قدامكم هاد أضغط عليه مربع رح تطلع لك دائرة على الأرض صفرة لازم تضل وقف جوها الدائرة وتأتل عدد معين من الزومبي لا تطلع من الدائرة لو طلعت رح تقرب الخطوة ولازم ترجع تضغط مربع وترجع تفوت بالدائرة من أول جديد فالمهم عدد عدد معين لحديد ما تشوف أنه اختفت الدائرة والأنبوب عندك صار قاعد يطلع منه إشاعات متوشايفين خد الأنبوب أضغط عليه مربع ورح تاخده وبعدين بكل بساطة تعال للمكان اللي فوق القاعدة اللي بينناها أول شي أضغط عليها مربع ورح يعطيك الريغان الأصفر مطور الريغان هاد مو كتير قوي بس الآمو فيه انليمتد يضل يتعبه فما في داعي تاكل هم الآمو أبدا وبس الطورة رح يصير أقوى طيب خلنا نبدأ بالريغان الوردي تذكر قبل تبدأ تطوير أي ريغان لازم تاخد أحد قوالب الريغان الفاضية عشان تبدأ تطوير أوكي مجرد ما خط القالب طور سلاحك بالباكبنش ليطلع عليه تطوير الفاير بوم أو اللهب الناري بس الطورة تعال على البيت بالنيوكترن رح تلاقي أحد الغزانات بالبيت طالع منها دخان لونه أحمر أطلق عليه ورح ينفتح لك الغزانة ويتاخد منها أمبوب بعدين بنص الماب رح تلاقي دخان وردي جدا واضح فوق هاد البيت متون مشافينه قدامكم اللي لازم تسويه انك ترمي قنبلة والقنبلة تيجي فوق الدخان بالضبط فنسويحة تعالوا على المكان اللي أنا موجود فيه حاليا هون ارمي القنبلة من هالمكان رح تيجي فوق الدخان بالضبط وبالتالي رح تحجب الدخان فبعد هيك تعال على البيت اللي عليه الدخان من فوق اضغط مربع على النار التحت رح تلاقي لنو صارت لونها وردية ونفس الخطوة اللي قبلها جمع أرواح جوه الدائرة ولا تطلع منها لحديث ما تختفي مجرد ما تختفي خدوا الانبوب وتعالوا على القاعدة تبع الريغان اضغط عليها مربع ورح يعطيك الريغان مطور متون شابينه قدامكم هذا الريغان نوعا ما غريب بطلق مثل طلقات مكتفة بتقتلك اثنين ولا ثلاثة زومبي مع بعض والآمو فيه كماذ بنشحن فهذا الشي حلو فتذكروا انه كل الريغانات اللي بطلعوها فيكم تطوروها بالباكبانش لتصير أقوى وأقوى وحاليا رح نبدأ مع الريغان البرتقالي أول شي خد أحد القوالب الريغان مثل ما قلتلكم بعدين نطور سلاحك الرشاش اللي يجي عليه تطوير البراينروت أو المتعفن اللي يخلي أحد الزومبي يصير معاك بس يكون عندك هالتطوير تعال على نص الماب ورح تلاقي فيه كومة شي معفن مجرد ما يتحول الزومبي رح يجي ويحفر بالوساخة هاي مجرد ما يحفر فيها رح يطلع لك أنبوب خذ الأنبوب وبعدين تأكد يكون معاك صحون التليبوتر شرحت لكم بكيف تطلعوا التليبوتر أول شي فيكون معاك أحد صحون التليبوتر بإيدك جاهزة بعدين نروح دور بكل قواعد التليبوتر بالماب رح تلاقي واحدة منهم عليها الشعاع الأصفر مجرد ما تلاقي الشعاع الأصفر عليها اطلق على الشعاع وادخل بالتليبوتر وزا ما كان صح للتليبوتر محطوط على القاعدة تأكد أنك تحطه قبل ما تطلق فالمهم ادخل بالتليبوتر بعد ما تكون تخيت وبس تطلع رح تلاقي الشعاع معاك اطلق عليه مرة تانية العادية ما يختفي وهيك منكون خلصنا من الخطوة اوكي بعد هيك بعد ما تخلصني الشعاع تعال على البنكر تحت الأرض عن منطقة كمبيوترات كاشمور رح تلاقي الشعاع موجود هون بكل بساطة اضغط عليه مربع رح تطلع الدائرة نفس الريقان الأول والثاني خلك واقف بالدائرة لا تطلع منها وقتل عدد معين مجرد بتقتل عدد معين وتشوف أن الدائرة اختفت تعال على الأنبوب اضغط عليه مربع رح تاخده وروح عند القاعدة وحطها ورح يعطيك الريقان المرتقالي مطور مبروك عليك هذا الريقان نوعا ما قوي تخلك طخات نفس الريقان مارك 3 تقريبا تقتل عدد كبير من الزومبي وبالذات رح يصير أقوى بس تطوره بالبكبنش بس على عكس الريقان الأول والثاني هذا الريقان الأمو طبعا ما يتعبى لازم جيك ماكس أمو لتعبي الأمو فيه وآخر شيء الريقان الأزرق تعال خد أحد قوالب الريقان نفس ما عملنا مع بايا الأسلحة بعدين تطور سلاحك الرشاش ليجع عليه تطوير الكايروفريز أو الهوائي هذا الريقان نوعا ما صعب أصعب من غيره أو في خطوة نوعا ما مقلشة المهم بس يكون على سلاحك تطوير الكايروفريز تعال عن مطقة الهرم الAPD من فوق راح تلاقي في عندك درج طالع منه دخان أزرق اطلق عليه راح يفتح هيطلع لك منه أمبوب خد الأمبوب بعد هيك عن مطقة البنكر تحت لازم تدور على زومبي طالع منهم دخان أزرق قتل هالزومبي وراح ينزلك منهم مثل قطع لونها زرقة روح وخد هالقطع الحين المشكلة إنه ما أدري قلتش ولا لأ بس قاعد قتل زومبي يطلع منهم دخان أزرق وما تطلع لها القطع دائما فياني حاول قتل أكبر عدد ممكن وقتلهم بالسلاح اللي فيه كايروفريز المهم آخر شي لازم تقتل ثلاثة زومبي وتاخد منهم ثلاثة أشياء اللي لونها أزرق بس تاخدهم تعال عن مطقة الAPD كنترول وضغط مربع على المكان شايفينه دناكم هون راح تحب فيه الأمبوب وراح تطلع دائرة زرقة كالعادة قتل عندها عدد معين خد الأمبوب ارجع للقاعدة ومبروك عليك الريغان الأزرق هذا الريغان تقريبا نفس الريغان مارك 2 حتى فيه آمه كتير بس يرش رش ولما التطورة رح يصير عندك سلاحين ريغان فيعني نوعا ما خرافي وآخر شي كيف تطلع آدم اللي هو واحد آلي رح يحميك ويعملك ريفايف وكل شي فعند منطقة الأكواد لازم تحط أربع أكواد معينة يختلفوا من جيم لجيم أول كود رح يكون وراك بالضبط مكتوب على الورقة متنم شايفينه هون هذا الكود الأول حفظها الكود الثاني تعال هون رح تلاقي عندك الكود مكتوب على الورقة الكود الثالث فيناك تشوف الكود وتحطه على طول لو تبين الكود الثالث اه تحت عن منطقة الهرم خد المفتاح اوت الحان ستحتاجه بعدين الخد المفتاح هات وقال continua Tiffany 例えば في عمان انفسي التceğور وقل عليها ويض MONTH ثالث عن البيت الاصفر بالمفتاح يضع الارقى الهاتف الصور لمكن ان اخوتها كلها بالترتيب اللي شفتوني حطيتهم من شوي يعني اول كود المكان الاول وجدتكم اياه الثاني كود مكان الثاني ثالث كود مكان الثالث والرابع ما تحطهم لخبطين الاول بعدين الرابع لا لازم بالترتيب الصور اللي وجدتكم اياها بس حطوا الاكواد كلها انزل تحت عند البنكها راح تلاقي عندك الالي الاسمه ادم فعلا اول تفعيلة مجانية بعدين كل مرة لازم تدفع عليها 3000 نفسه بشادوف ايفل اللي تذكروه يدبح الزومبي حواليك ويعملك ريفايف اذا طحت فيعني مفيد بالسولو وبكذا نكون غطينا تقريبا كل شي بماب الفا اوميغا مع هذا اللغز انتظروا فيديو هذا اللغز قريبا ان شاء الله وبس كان معكم شركيات شركة كيش كنبدوها التاني ان شاء الله مع السلام شكرا